السيد عضو مؤلث السيادة السادة الوزراء السيد الوالي بالولاية وبقية المسؤولين مع احترام وتقدير المقامات والمواقع الإخوة المعتصمين بمدينة نيرتتي السلام عليكم ورحمة الله أنا في غاية السعادة بأن أكون هنا في مكان هذا الاعتصام وفي مدينة نيرتتي وفي ولاية وسط دارفور ما عشان قوة الإنسان في هذه الولاية ولا عشان قوة الإنسان في مدينة نيرتتي وفي ولاية وسط دارفور ولا عشان جمال الطبيعة وجمال الإنسان في هذه الولاية وفي هذه المنطقة وإنما لأن منطقة جبل مرة ظلت عبر مختلف الحقبة التاريخية مركز من مراكز المقاومة من أجل الحرية ومن أجل حقوق الإنسان ومن أجل الديمقراطية وأنتم اليوم بالاعتصام هذا ما عملت حاجة غير أنكم كتبت فصل جديد من فصول هذا التاريخ الطويل من النضال من أجل الحرية ومن أجل الحقوق ومن أجل الديمقراطية أنتم بالاعتصام بهذا الاعتصام برضو عبرتوا أن عندكم امتداد لثورة ديسمبر المجيدة اطلعت في كل مدن السودان وهتفت بهتاف واحد هو الحرية والسلام والعدالة ده هتاف وحدنا كلنا في هذا الإقليم وفي السودان بأننا عندنا أجندة ثورية واحدة هذه الأجندة بتتمثل في مطالبتنا أنه نحن بأننا نكون أحرار وبأننا نعيش في سلام وبأننا نتمتع بحقنا الطبيعي في العدالة بغتافاتكم سلمية سلمية عبرتوا برضو عن أنه في وسائل موحدة للمقاومة أنه أنه لو كنا في الخرطوم ولو كنا في نيالة ولو في الفاشر أو في نرتته إحنا حددنا خياراتنا فيما يتعلق بوسائل المقاومة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة كل المطالب التي سمعناها من لجنة الاعتصام هي مطالب من صميم واجبات الدولة لو كنا في أوضاع طبيعية ما كان ينبغي للمواطنين أن يعتصموا من أجل الأمن والعدالة الدولة أساسا بتوجد أساسا بتوجد عشان توفر للناس الأمن والعدالة أي حكومة بتوجد عشان توفر للناس الحرية والعدالة الحكومة التي تفشل في أن توفر للناس الحرية والعدالة هي بتفقد مبرراتها في البقاء لأنه أساسا ما في سبب لوجود سلطة سياسية في الدولة إلا إذا هذه السلطة قادرة توفر للناس حرياتهم وتوفر لهم الأمان الأمان ده بيتمثل في أنه السلاح ينبغي أن يكون في يد الدولة وفي يد الدولة فقط الكلام ده معناه أنه أي شخص لا ينتمي للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية ينبغي أن ينزع منه السلاح ما يسلم السلاح ولا يجمع منه السلاح ولكن ينزع منه السلاح نزعا الكلام ده برضو بيعني أنه أي شخص بتعدى للناس في أمانهم وبتعدى للناس في أرضهم في زراعتهم ينبغي برضو أن تنزع منه هذه الأرض إذا دعت الضرورة بالقوة من قبل الدولة لأنه ده مفهوم الأمان وده مفهوم الأمن العدالة شرط ضروري عشان كده نحن هسه في موضوع المحكمة وفي موضوع النيابة اتخذنا قرارات عاجلة وأنه نتأخرنا ما جيناكم من اليوم الأول لأنه ما كنا دارين نجي نتكلم كنا دارين نجيكم بقرارات وجيناكم بالقرارات دي وهنا تابع تنفيذها وإذا ما اتنفذت اللجنة التنسيقية أو أعضاء التنسيقية سيكون هناك تواصل مستمر معنا إلى أن نضمن أنها تنفذ واحد واحد الإنسان في هذه الولاية وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص مر بمآسي كثيرة جداً إحنا كلنا عارفينها وكلنا عانينا منها حتى من الناحية الأسرية أنا شخصياً عانيت حتى من الناحية الأسرية وكل الناس هنا ممكن يكونوا يضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر لكن أنتوا بهذا الاعتصام وريتوا الناس برضو والعالم أنه بالرغم من المشكلات التي أنتوا مرنا بها أو مريتوا بها هنا أنتوا لازلتوا أقوياء لازلتوا أقوياء وتملكون القدرة على مواصلة الكفاح والنضال بوسائل جديدة من أجل الحرية والسلام والعدالة برضو برفع الشعارات والقيم العالمية أنتوا وريتوا للعالم كله ووريتوا كل السودانيين والناس في هذا الإقليم أنكم ما بتتغيروا رغم ما حدث أن الإنسان ما هيتغير هيظل هو إنسان متسامح هيظل هو إنسان متمسك بالسلام هيظل هو إنسان متمسك بالتعايش هيظل هو إنسان متمسك بالحرية وأنا وصيتيه لكل الحاضرين هنا ولكل الناس في هذه الولاية أنه يستمروا بهذه الطريقة وأنه يستمروا بانتهاج هذه الوسائل السلمية الحكومة الحالية دي هي حكومتكم انتو هي حكومة جاد من الشعب ولو الشعب طلب أي مطلب الحكومة لا تملك أي خيار غير الاستجابة ومهما حدث للناس ومهما مريتهم من مشاكل ومهما بتعانوا من مشاكل خلوكم مؤمنين دايما أنه في أيام مضيئة هتجي في المستقبل وأنه المستقبل هو لمن يتمسك بالحرية وبالعدالة والسلام وشكرا جزيلا لكم وأنا هنتهز هذه الفرصة لتقديم صديقي عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الحسن التعايشي وهو إنسان زي ما أنتم عارفين لقوا تاريخ طويل جدا من النضاء لأنه كنا طلال في جامعة الخرطوم واندلعت الحرب وأنه كنا خريجين جداد اندلعت الحرب هنا في دارفور في جبل مرة جامعة المقاومة المسلحة من منطقة قولو ضد الاستبداد الكام بيعتقد أنه ممكن بقوة السلاح يخهر الناس لكن برضو الناس هنا في هذه الولاية وفي مناطق أخرى جاءوا وعلنوا أن الحرية لا يمكن